السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل نوع معجنات من أجمل الأنواع وكمان عجيلة سهلة وطرية وهشة ومرتفعة جدا معي بمأدير بسيطة جدا تقدري إنك تعمليها تعالي بقى نشوف احنا عملناها ازاي بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس فبولة معي هبدأ إني أنزل كباية من الحليب الدافي ولازم يكون دافي علشان الجو برت والخميرة تنشط معي بسرعة نزلت عليها كباية إلا ربع من السكر الحبيبات بقلبهم مع بعض كويس يعني لما السكر يدوب معي لخمسين في المية بس مش لازم تدوي بيه بالكامل دلوقتي هجيب معي الزيت وتأكد إن الزيت يكون ريحته حلوة وطعمه حلوة هنزل معي نص كباية ومعلقة من الزيت وعلى طول عليهم بيضة وباكو من الفانيليا أنا هحط كل المأدير على بعضها كمان عليهم باكو من الخميرة الفورية ورشة الملح وكمان هنزل عليهم معلقة ممسوحة من البيكنبودر ومعلقة من الخل أهم حاجة تكوني متأكدة إن الخميرة بتاعت الجديدة علشان ما تبوص معاكي الوصفة لو مش متأكدة من الخميرة يبقى تنزلي الخميرة الأول لوحدة وتقلي بيها وتشوفي هتتفاعل معاكي ولا لا معايا دلوقتي بعد ما قلبتهم كويس وتأكدت إن السكر ده تماما معايا خمس كبيات من الدقيق متعدد الاستخدامات وطبعا الدقيق لازم تكوني نخلتيه مرتين وثلاثة هبدأ على طول دلوقتي شايفة هي سهلة جدا بالمضرب اليدوي كده وهبدأ إني ألفها مع بعضها بالشكل ده علشان تسهل علي يعني مش هبدأ عجن من البداية بأدية وهبدأ إني أنزل الدقيق بالتدريق علشان أربي فيه مادة الجيلوتين دلوقتي كده زي ما انت شايفة ببدأ المضرب تقل معايا شوية في أدية فهبدأ بقى إني أعجن بأدية أنا في البداية كده بلم بس زي ما انت شايفة العجينة معايا سهلة جدا ومن أبسط ما يكون يعني مش محتاجة عجن كتير شايفة بتبداية إنك تلمي بصوابع إديك كده في البداية الأول وبعدين هبدأ إن أنا أنزل عليها كمية طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع لآخر فأنت مش هتنزلي دقيق مرة وحدة 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 كده تنزلي لو حسيتي إن العجينة بتاعتك مش عايزة دقيق الخمس كبيات خلاص إيب أنت نزلتي بالتدريق أما لو لقتيها محتاجة بتزوديها بالمعلقة وحدة وحدة وفي الآخر بعد ما بخلص خلاص كده هبدأ إني أحط عليها معلقة من الزيت على وشها وهسيبها بقى لما تختمر هي بتكون عجينة ملزقة شوية العجينة بتاعتنا النهاردة من المعجنات التقيلة يعني بتاخد معاكي وقت أطول في التخمير دلوقتي كده بعد ما سبتها لما اختمرت والضاعف حجمها هبدأ إني أخد منها كور صغير زي ما أنت شايفاني كده وببدأ لفها بالشكل ده أهي وتحاولي بقدر الإمكان تكون الكور اللي هتعمل إيها كلها متساوية تعالي بقى وريك إحنا نشكلها إزاي أنا بعملها على شكل صوابع بس تكون الصوابع مليانة شوية لأن إحنا مش بنشكل شريك لأ المعجنات بتاعتنا النهاردة محتاجة إنها تكون حجمها أكبر منه الشريك لضعفين أو ثلاثة أنت تقدر تشكلها بشكل صغير أو بالشكل اللي يعجبك لكن أنا هوريكي الشكل اللي أنت شفتيه معايا في البداية وما تضغطيش على العجينة قوي بالراحة كده وتكون لينة معاك تحت إيديكي وما تضغطيش عليها زي ما قلتلك بتعملي الثلاثة هي بحجم واحد بعد ما سويت الثلاثة زي بعض بالزبط دلوقتي بات على قولك أنا شكلتها إزاي شايفة أنا بضغط كده علشان أقفل عليها من فوق ودلوقتي بقى ببدأ إني أعمل العجينة بتاعتي على شكل الضفيرة شايفة مرة رايح مرة جاي أظن مفيش أسهل من كده تقدري إنك تكتفي بإنك تسبيها على شكل الضفيرة وتأثريها شوية بس علشان تجينا شكل الوردة اللي عملناها بنكمل الضفيرة للآخر وبقفل عليها من تحت زي ما قفلت عليها من فوق شايفة بالشكل ده ودلوقتي بقى هبدأ إني ألفها على بعضها الحرف بتاعها بتحطيه من تحتها لإن إحنا لسه نسيبها تختمر مرة تانية فعلشان بعد الاختمار ما تلاقيهاش إنها تفتحت معاكي أو تفردت شايفة هذه مرة تانية أهي بتعمليها كده على شكل طفيرة لحد ما تخلصيها لحد الآخر تحت وهسيبها تختمر مرة تانية علشان يتضاعف حجمها شايفة نعملها إزاي أهي بقفل عليها ودلوقتي بلفها على بعضها بتديني شكل الوردة والحرف حطيته من تحت زي ما قلتلي هسبها اقتمرت خلاص معايا قعدت أكتر من نصف ساعة ودلوقتي بقى حطيت بيضة بدرجة حرارة المطبخ أخذت الصفار بتاعها بس وحطيت عليها معلقة من الخل ودلوقتي هبدأ إني أدهن وشها كويس الفرن عندي شغال على درجة حرارة 220 المغبوزات بتاعتنا النهاردة بتدخل على أعلى درجة حرارة في الفرن وأول ما تلاقيها حمرت من تحت بتشغلي عليها الشوية ما شاء الله بقى شايفة لما طلعت معايا على طول غطتها فوتا علشان تفضل محتفظة بتراوتها وتفضل هشة زي ما هي عجينة من أجمل المعجنات هي طعمها يدي على البريوش أو المنجا اونا مع كباية شاي للفطار طعم لذيذ وكمان تقدر تحطيها لأولادك في اللانش بوكس النهاردة أتمنى يكون الفيديو أعجبكم وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته